موسيقى الخميس الثالث من شباط أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن مقتل زعيم تنظيم داعش الملقب بأبو إبراهيم الهاشم القرش في عملية ناجحة على مقر إقامته في إدلب شمال غربي سوريا الرئيس بايدن قال في خطاب متلفز أن الولايات المتحدة زالت تهديدا إرهابيا كبيرا بمقتل القرش وأن العملية العسكرية التي أدت إلى مقتله توجه رسالة واضحة للإرهابيين في العالم مفادها أننا سنطاردكم ونجدكم أينما كنتم الرئيس بايدن أكد أن جميع أعضاء القوى التي شاركت بالعملية عادوا بسلام وأنه قرر المخاطر بالجنود الأمريكيين لتجنب وقوع خسائر بين المدنيين لكن القرشي فجر الطابق الذي كان فيه وقتل أفراد عائلته أضاف الرئيس الأمريكي سنستمر بالعمل مع شركائنا من القوات الإراقية والبيشمرقة وقوات سوريا الديمقراطية وشركائنا في التحالف لحماية بلداننا تأتي هذه العملية بعد أيام قليلة على تأكيد مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان على أن داعش لا يزال يمثل تهديدا ويجب استمرار العمل العالميا للقضاء عليه بينما حث البيت الأبيض أعضاء التحالف الدولي إلى إعادة رعاياهم من عناصر داعش المحتجزين المتبقين في شمال شرق سوريا على وجه السرعة هذه الدعوة جاءت متزامنة مع دعوة مستشار الأمن القومي العراقي قاسم العرجي خلال لقائه وفدا من النيتو وسفراء بعض الدول الأوروبية إلى محاكمة رعاياهم من عناصر داعش في بلدانهم لما يمثله وجودهم في سجون الحسكة وغيرها من خطر كبير ينضم لنا للحديث أكثر من واشنطن السيد إسماعيل السوداني المستشار الأمني والعسكري السابق في سفارة العراق في واشنطن أهلا وسهلا بك معنا سيد إسماعيل ومساك الله بالخير أبدأ بردود الفعل العراقية حول مقتل زعيم تنظيم داعش إبراهيم القرش المساء الخير طبعا شكرا جزيلا سعيدا أن أكون معكم حقيقة هذا اليوم يعتبر واحد من الأيام التي نقول فيها أنه انتصرت إرادة التحالف الدولي لتنظيم داعش على داعش ومحاولة إزالته وإضعاف قدراته العسكرية والميدانية واستهداف قياداته شيئا فشيئا وإلى أن يصل إلى مرحلة أن يكون داعش غير قادر على تنفيذ هجمات العراق كلاعب أساسي في التحالف الدولي وبالتنسيق مع جهاز المخابرات العراقي كان له الدور الكبير بينه وبين الجانب الأمريكي والتحالف الدولي في توثيق استخبارات موثقة ومؤكدة لهذا استهداف قيادات داعش الحقيقة الجانب العراقي لديه قدرات كبيرة في الجانب الاستخباري ولكن هناك مشاكل في عملية التنسيق ما بين الوكالات الاستخبارية لذلك نرى هناك بعض التغارات داخل العراق لا يمكن يجب أن يتم ملؤها وعمل على استهداف داعش وشل حركته للقيام بعمليات نوعية داخل العراق الردود الفعل على العراق كما قلت لعبا أساسيا جهاز الأمن الوطني والقيادات العسكرية وجهاز المخابرات لديهم تنسيق عالي في مركز العمليات المسترك هذه نقطة أيضا سيد إسماعيل يعني الرئيس بايدن في حديثة أكد على التعاون والتأكيد على التعاون مع العراق والحلفاء في المنطقة أهمية وضرورة التبادل الاستخباراتي التي حضرتك لتحكي عنها في إنجاز وإتمام عمليات مهمة كالتي شهدناها أكيد هكذا عمليات كما نعرف بأن عمليات مكافحة الإرهاب هي عمليات ليست نظامية التنظيم ليست جيش نظامي حتى نواجه بشكل مباشر عمليات أغلبها عمليات عصابات كار وفر لذلك يتطلب استخبارات موثوقة يتطلب تعاون كافة الوكالات الاستخبارية لتقاطع المعلومات لإنتاج استخبارات موثوقة وقادرة على إيصال الأهداف إلى تنفيذ العمليات والهجمات إلى أهدافها الحقيقية وكما أعتقد أنه واحدة من الأهم العمليات التي جرت سابقا هي استهداف زعيم التنظيم نفسه أبو بكر البغدادي والملفت للنظر أنه قيادات داعش تقريبا القيادات ومقرها في نفس الأماكن لم تكن قريب أدلب في المناطق المسيطرة عليها من قبل ميليشيات تابعة لتركيا هل هناك تخوف أو هل تتوقعون أن يقوم التنظيم بأي عمليات ثأر عبر الحدود لمقتل زعيمة بالتأكيد يحاول التنظيم بين الفتنرسين وأخرى أن يستهدف ويقوم بعمليات نوعية الغرض من عندها أولا الخلال بالأمن إظهار القوات الأمنية العراقية على أنها غير قادرة على إحلال الأمن وتنفيذها بالتأكيد أيضا هو ينفذ هذه العمليات لإثبات الوجود ويعني يعني يحاول أنه يعمل على أن يكون لاعبا رئيسيا وأن يكون هناك الأضواء والإعلام تسلط عليه حتى يكون لديه القدرة على تنفيذ الواجبات أو الأهداف أو الاستهدافات الإرهابية بين فترة لكن سيد اسمعيل أيضا بالمقابل هناك عدة خبراء يتحدثون بأن التنظيم يفقد القوة قوة القيادة قوة التركيز قوة التنقل بقيادة موحدة هل تتفقون مع هذا الطرح؟ هو التنظيم بشكل عام بشكل عام هو مصمم أن يعمل بشكل غير مركزي يعني قيادات الميدانية تعمل بشكل منفرد عن القيادات الأخرى يعني القيادات الميدانية هي التي لديها الصلاحية في اختيار الأهداف في تنفيذ الأهداف بعيدا عن القيادات العامة الأخرى أو السلسلة القيادة فلذلك القيادة اللامركزية هي التي تجعل من التنظيم لديه قدرة على إيصال أو تنفيذ الهجمات لذلك هناك ضعف المشكلتنا من نواجه داعش هو قياداتنا قيادات مركزية سلسلة المراجع هذا الروتين يحتاج الجيش ويقلل رد الفعل السريع على أي عملية لذلك التنظيم لا يحتاج هذا الوقت الكثير في تنفيذ عملياتها لأن القيادات الميدانية لديها الصلاحية الكاملة في تنفيذ الأهداف الجانب العراقي أيضا اليوم سيد اسماعيل أعلن قيام قيادة العمليات المشتركة بتنفيذ عدة عمليات ثأرا لضحايا حادثة العظيم وفق وصف القيادة شلون ممكن هذه العمليات تتطور تتغير مع حدوث هذا الحدث اللي هو سقوط رأس داعش في سوريا كيف ممكن ينعكس على استعداد القوات الأمنية العراقية وطبيعة العمليات التي تقوم بها والله أنا أشوف أحنا القيادات العراقية يجب أن تفكر جيدا بأن تبدل تخطيطها أو الأهداف المرسومة لها أن تتحول من الدفاع المستكن المستقر السلبي كما نقول هناك إجراءات تجريها الوحدات المفتحة على الأرض لتلاف الهجمات وهذه كفتح السيطرات كالكماء وغيرها من الأمور الأخرى أو المراقبة الشديدة في مناطق معينة التحول إلى الهجوم التحول إلى التعرض التحول إلى الهجمات الاستباقية والإجهاضية هذا ما يجعل التنظيم لا يفكر في تنفيذ هجماته بشكل نوعي ويفكر كيف يحمي نفسه هذا بالتأكيد هكذا تحول يحتاج إلى استخبارات هذه الاستخبارات يجب أن تكون موثوقة لذلك أعتقد مقتل أبو إبراهيم الهاشمي القرشي أعتقد هذا مؤشر على أن التنظيم فيه خلل هناك فجوة كبيرة أمنية هناك ثغرات أمنية داخل التنظيم نفسه فلذلك التنظيم أعتقد يشعر بالضعف الآن لأن هناك ما بين مقاتلي هناك ثغرات أمنية هناك من يعمل على توصيل أخبار القيادات إلى داخل القيادات العراقية لذلك أنا أشوف أن التحول إلى الهجمات الإجهادية والاستباقية سيؤدي إلى تنفيذ إضافة إلى استهداف قياداته يجب أن نستهدف طرق إمداداته مصادر التمويل مصادر التمويل مصادر البقاء على الحياة كما نقول مناطق لذلك هناك خلايا نائمة في المدن تحاول وتتعاون مع داعش في إيصال هذه المشاركة إضافة إلى استهداف مصابئه نعم شكرا لك شكرا لك سيد اسماعيل السوداني عذرني على ضيق الوقت شكرا لك الخبير الأسكري والملحق الأسكري أسابق في السفارة العراقية في واشنطن شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة مستمرون معكم مشاهدينا الكرام بعد الفاصل نرحب بضيوفنا من الولايات المتحدة الأمريكية والحديث مستمر حول مقتل زعيم تنظيم داعش بغارة أمريكية فجر اليوم خليكم يانا أهلا بكم متابع حلقة اليوم من برنامج بالعراقي بعدما أعلن البيت الأبيض مقتل زعيم تنظيم داعش أبو إبراهيم القرشي بعاملية عسكرية أمريكية في سوريا يتكبد التنظيم ضربة موجعة تمثلت بخسارة أحد الإرهابيين البارزين الذين لازموا البغدادي وأسسوا معه تنظيم داعش بعد مسيرة إرهابية طويلة مخضبة بالدماء أعلن في الولايات المتحدة عن مقتل زعيم تنظيم داعش وخليفة البغدادي أبو إبراهيم القرشي العملية العسكرية التي نفذتها القوات الأمريكية في شمال غربي سوريا جاءت لتخلص العالم من أحد أخطر الإرهابيين وتجعله أكثر أمانة كما يقول الرئيس الأمريكي جو بايدن عرف عن القرشي تعدد كنياته فلقب بالبروفيسور والمدمر وعبد الله قرداش وحج عبد الله لكن اسمه الحقيقي هو أمير محمد سعيد عبد الرحمن المولى يبلغ المولى من العمر 46 عاما وهو يتحدر من بلد التلعفر الواقع بشمال الغربي الموصل وينتمي لأسرة تركومانية عراقية حمل القرشي شهادة في العلوم الإسلامية من جامعة الموصل وعمل مجندا في الجيش العراقي في أحد النظام السابق بدأ القرشي رحلته الجهادية عندما انضم إلى صفوف تنظيم القاعدة بعد الحرب الأمريكية على العراق في عام 2003 وشغل أبو إبراهيم القرشي منصب المندوب الشرعي والقانوني لتنظيم القاعدة في عام 2004 قبل أن تعتقله القوات الأمريكية وتضعه في سجنبوكا تولى القرشي قيادة تنظيم القاعدة بفرعه العراقي في عام 2010 قبل أن ينشق مع أبو بكر البغدادي ويؤسسات دولة الإسلامية في العراق ليصبح تنظيم داعش فيما بعد بايع القرشي أبو بكر البغدادي على الخلافة وبرز في صفوف التنظيم بسبب وحشيته حتى عرف بأنه عراب المذابح والعبودية الجنسية بسبب مقترفه ضد الأزيدين العراقيين لحين اعتلائه الهرم في التنظيم الإرهابي بعد مقتل البغدادي أدرجت الخارجية الأمريكية القرشي على لائحة الإرهاب وصنفته واشنطن إرهابيا عالميا في أوائل عام 2020 وخصصت مكافأة قدروها خمسة ملايين دولار القبض على القرشي من خلال برنامج المكافأات من أجل العدالة في نوفمبر من عام 2019 للحديث أكثر ينضم لنا من واشنطن عضو مجلس الأمن القومي الأمريكي السابق السيد جويل ريبرن والسيد مات ميكنز رئيس الأبحاث في معهد دراسات الحرب في واشنطن ومن واشنطن أيضا السفير الأمريكي السابق السيد جوردن جري ضيوفي الكرام أهلا وسهلا بكم في برنامجه العراقي ومساءكم خير أبدأ معك جويل كيف يؤثر مقتل زعيم داعش إبراهيم القرشي على قدرات التنظيم وعملياته المستقبلية سيكون له أثر معرقل ومقود عندما يخسرون زعيما بهذا المستوى لقد أثبتت تنظيم داعش على أنه يثابر وأنا على وقين بأنه سيكون هناك من سيخلفه ولكن من الهام أن ننظر إلى التوقيت فعنصر التوقيت مهم لأن تنظيم داعش كان يقوم بانتصار دعائي والذي تمكنوا من تحقيقه في العدوان على سجن الحسكة خلال الأسابيع الماضية وبذلك كان من المهم على الولايات المتحدة بأن لا تنخفف من الضغط على داعش وأن لا تسمح لهم بإسعادة مستقياتهم في المنطقة وأنا يسعدني أن هذا حدث اليوم طيب مات كيف تابعتم إعلان الإدارة الأمريكية مقتل القرشي وكيف تقارنوها اليوم إذا ما نظرنا لما حصل في عام 2019 بمقتل البغدادي هل من أوجه تشابه أو اختلاف طبعا كما قال جول هي أخبار جيدة جدا وإذ نواجه إعادة تنظيم داعش لصفوفه وبعد الاعتداء على السجن وقد وصلتنا إشارات بأن داعش تحاول تنظيم سصوفها في العراق وفي شمال الشرق سوريا فمن الهام أن نقضي على زعيم داعش وأن نرى هذا النمط من الاعتقالات والقضاء على زعيم داعش ومثل البغدادي كان يختبئ في منطقة في إدلب وترى هنا نسخة معدلة للقاعدة سابقا في بلاد الرافدين وهناك سيغة ربما أكثر اعتدالا للمجتمع الدولي للعمل معه ولكن هذا زعيم يحاول تنظيم سوفوفه في المنطقة أبقى معك ما هي دلالات أن يتم قتل القرشي على بعد 20 كيلومتر فقط أو 12 ميل عن المكان الذي قتل فيه البغدادي في نفس المكان نعم أنت محق من الواضح بأن هذه المنطقة في محافظات إدلب تستمر بتوفير ملاذ آمن للقاعدة وداعش والمجموعات السلافية المتشددة وهذه مسألة يجب على المجتمع الدولي أن يستمر بالانتباه لها والاستمرار بأعمليات التحالف والعزم الصلب والحلفاء والتحالف وشركاء العراقيين وشركاء الآخرين في المنطقة أن يستمروا بمعالجة مسألة الإرهاب هناك ومواصلة التعاون الاستخباري من أجل إبقاء على الضغط على داعش وعلى المجموعات مثلها لكي لا نسمح لإعادة ظهور أي تخلافة في الأسابيع الأشهر المقادمة السفير غري أسأل عن الولايات المتحدة وفقا لتصريحات البنتاجون وتصريحات الرئيس بايدن قالوا بأن الرئيس بايدن قال بأن خاطرنا بجنودنا لم نرد أن نضرب ونقصف المكان بصواريخ خاطرنا بجنودنا حالنا أن نقوم بعملية انزال حفاظا على سلامة المدنيين ولكن القرشي فجر نفسه مع أعضاء من أسرته دلالات هكذا جريمة ارتكبها أيضا القرشي في آخر لحظات حياته ذلك يعني بأن البربرية لا حدود لها والوحشية لا حدود لها وباستهداف المدنيين واستهداف أفراد أسرته أريد أن ألفت الانتباه إلى النظر إلى الصورة كاملة وأن ترى نواح ثلاث لأسياسة الأمريكية وأنه بالرغم من كل الحديث عن التحول إلى آسيا هذا يظهر بأن الإدارة لا تزال تنتبه إلى التطورات والمستجدات في المنطقة لا سيما في موضوع داعش ثانيا هذا يظهر بأن الولايات المتحدة قدرة لتنفيذ عمليات مثل هذه العملية وثالثا هذا يظهر بأن الولايات المتحدة القدرة والإرادة بتحقيق مثل هذه العمليات سفير يبدو أنك تطلع على سئلتي هذا كان سؤال موجه لك أن الولايات المتحدة لا زالت في المنطقة وهي تحاول أن تقضي على ما تبقى من داعش وأنت ذكرت هذا يعني حتى التحول إلى آسيا لا يعني بالضرورة كما دائما تؤكد الدارة أمريكية بأنه ابتعاد عن الحرب على الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط ذلك شكرا لك لأنك نوهت إلى هذه النقطة أذهب إلى عود إلى جو رابرن أيضا هناك نقطة أريد أن تعلق عليها وهو ما ذكر وهو مات نقطة المكان وميزة هذه المنطقة التي قتل فيها قبل ثلاثة أعوام البغدادي واليوم يقتل فيها زعيم آخر لتنظيم داعش القرشي كيف يمكن للتحالف الدولي أن يركز على هذه المناطق ما هي الآلية والاستراتيجية الأمنية التي يجب التعامل بها مع هذه المنطقة وهل هو الحل الأمني فقط أعتقد عليك أن تبقى مركزا على عوامل غير الجغرافية فإدلب إذا لم كانوا في إدلب لكانوا في وادي هوران أو في مناطق أخرى هناك عدد من المناطق يمكنهم التوجه إليها لقد كان الجنرال سمايل محقا بقوله بأن هذا الجهد يعتمد كثيرا على مواصلة التعاون الاستخباري بغض النظر عن الجغرافيا ولكن أقول أيضا بأن على المجتمع الدولي أن يبقى مركزا على الأسباب السياسية التي أدت إلى ظهور ظاهرة داعش يعني بذلك رأينا زعيما بعد الآخر يأتي من تلعفر ومنطقة نينوى البغدادي وحتى وكان له كنية البغدادي أدام السمراء نرى بأن هذا النزاع له جذور في هذه الاعتبارات وبذلك عليك أن تعالج هذه المسائل الخاصة بالاعتبارات السياسية التي تعتمد عليها داعش لكي تغذي نفوذها مات جول محق تماما بضرورة الانتباه إلى هذه المشاكل وأيضا عليك أن تنظر إلى وكلاء إيران والعملاء الآخرين في المنطقة الذين يغذون من التوتر الطائفي وأيضا ما تقوم به إيران ووكلائها في المنطقة عليك أن تنظر إلى القضايا طويلة الأمد في سوريا لا يمكن حلها في المستقبل القريب هذا شيء يجب أن تنتبه له التحالف الدولي التي تقوده الولايات المتحدة وإذ تواصل هذا النضال للقضاء على داعش وأن تبقي على هذه الصورة الاستخبارية من أجل أيضا تعزيز الاستقرار السياسي لسيما في العراق من أجل تحقيق تمثيل يشمل الجميع للشعب في العراق ويعالج مسائل الفساد والكثير من النشاطات الأخرى ذات الصلة والتي تستفيد منه داعش وغيرها من التنظيمات كلامك ما تذكرني اليوم كان هناك مقابلة في الحرة أيضا كان يتحدث أحد الضيوف وهو خبير من سوريا يتحدث حتى طبيعة المنطقة والقوات التي تقوم بحماية هذه المنطقة لا تجد في بعض الأحيان تعاون من قبل سكان هذه المنطقة لأسباب لربما لها علاقة أسباب عقائدية أو أسباب قومية تعليقك على هذه النقطة أيضا سفير غري كما ذكر الزوماليين إن الوضع في هذه المنطقة على وجه الخصوص والوضع في سوريا عموما هي اعتبارات تغذي هذه المظالم وانعدام المثقة ومع تردي الأوضاع الاقتصادية في محافظة إدلب هناك مليوني شخص من النازحين وتعاني المنطقة من أزمة إنسانية كلها تؤدي إلى عدم الاستقرار والذي يسمح لتوفير ملفات آمنة وحاضنات للإرهابيين والشعب يدفع الثمن ومن هم يعيشون على مقربة منها جول اليوم ناطق باسم القائد العام القوات المسلحة في العراق صرح بأن جهاز الاستخبارات الوطني العراقي زود القوات الأمريكية بمعلومات دقيقة قادت إلى الوصول إلى مكان زعيم داعش وقتل هذا نص ما ذكره اللواء يحيارسول ما هي أهمية التبادل المعلوماتي ومدى الثقة التي تكتسبها اليوم القدرات العراقية بالنسبة للجانب الأمريكي ليس لدي الكثير من الاطلاع على هذا الموضوع مؤخرا ولكن هناك شراكة طويلة الأمد مهمة بين القوات الخاصة الأمريكية والقوات الخاصة العراقية على المستويات الاستخبارية والتكتيكية وهذا النجاح الذي شاهدناه ضد داعش مذا العام 2015 يرتكز على هذه الشراكة الحيوية وأيضا الشراكة بين الولايات المتحدة والقوات البشمرغة الكردية والقوات سوريا الديمقراطية قصد والكثيرون من منطقة إدلب ومنطقة حلب لسيما في منصب السابق كمبعوث خاص لسوريا أعرف أنه بالنسبة لهم إن المقاتلين الأجانب لداعش وغيرهم المقاتلين تحت الجلان وغيرهم لا يتمتعون بالشعبية هؤلاء من القاعدة والدواعش ليس لديهم دعب من إدلب وحلب وملايين من الشعب الذين يعيشون هناك لا يؤيدونهم ولا يجب علينا أن نحكم على هؤلاء هناك لأن داعش في صفوفهم فهم لا يؤيدونهم مات نقطة أخرى هي قدرة التنظيم كيف ترون قدرة التنظيم على إعادة تنظيم صفوفة بعد كل هذه الضربات الموجعة التي لا تلقاها في سوريا وحتى في العراق لا يسال لداعش قدرة على العمل وقيام بعمليات في شمال شرق سوريا وفي العراق ولحظنا بأنهم يحاولون إعادة تشكيل صفوفهم خلال سنتين الماضيتين وأن يعاودوا إحياء قدراتهم اللوجستية في أماكن في جبال حما وغيرها وأعتقد بأنهم تكبدوا خسارة وكما قال جول بأنه سيكون هناك خليف له ولا نعرف كذلك من هرب من سجن الحسكة في شهر الماضي فربما كان بينهم قاضة وقد يبرز نجمهم بعد فرارهم من هذا السجن وقد يقومون بعمليات تجنيد لعناصر لداعش ولقيام بعمليات في عراق وسوريا حيث تقوم داعش بنشر تفكيرها هذه نقطة مهمة وهي نقطة من فروا من السجن في الحسكة وهي تدفعني إلى سؤالي الآخر لأستفير مشكلة السجون التي تحوي أفراد من داعش في شمال شرق سوريا لازالت قائمة حتى أن البيت الأبيض حث أعضاء التحالف الدولي إلى إعادة رعاياهم من عناصر داعش المحتجزين في تلك السجون لماذا من وجهة نظرك لا تريد تلك الدول أن تنهي هذا الأمر وتحاكم رعاياها في بلدانها أولا في كثير من هذه الدول التي لا تريد استعادة هؤلاء السجناء فهي مسألة سياسة داخلية فالقبول باسترجاعهم سيكون يكون مسببا بكثير من المشاكل في الداخل ومثلا في فرنسا حيث هناك 89% من الشعب الفرنسي ضد مثل هذا القرار وأيضا إن عدم استرجاع هؤلاء لمواطنيهم فقد يزيد من الخطر ممن يستمرون بالبقاء في المخيمات وكلما بقوا في هذه المخيمات فسيتأثرون كثيرا بالدعايات التشددية وجهود التجنيد الكثيرون منهم أيضا هم من الأطفال ومن هم تم الاتجار بهم ولم يكن هناك طوعيا وبذلك أعتقد بأنه على كل دولة المسؤولية باسترجاع مواطنيها وإخضاعهم للعدالة ومحاولة إعادة تأهيلهم ولحل هذه المشكلة الكبيرة جول تعليقك أيضا على دعوة البيت الأبيض وحتى العراق لدول التحالف بإعادة ومحاسبة رعاياها المنتمي لداعش من المهم جدا أن يحدث ذلك لقد استمرت هذه المشكلة طويلا ولحظنا ذلك أيضا في حادثة سجن الحسكة وخلال الإدارة الماضية عرفنا بأن هذه المسألة تشكل قنبلة موقوطة لسيما أيضا بالنسبة للدول الأوروبية وغيرها من الدول ولكن للدول الأوروبية التي ترفض إعادة رعاياها لأسباب سياسية داخلية ولأسباب قانونية وغيرها من الأسباب لديك دول لا تتمتع بإطار قانوني مناسب لمحاكمة عناصر من داعش ولهذا السبب رفض البعض إعادتهم وهذه الجنايات وجرائم التي اقترفوها في سوريا والعراق فلا تعتبر على أنها غير قانونية بموجب الإطار قانوني في هذه الدول فعلينا أن نضاعف من الجهود الدبلوماسية من العراق والولايات المتحدة والآخرين من أجل تحقيق التقدم في هذا الصدد فهذه مسألة ملحة ولا يمكن أن نرى مثل هذه الحادثة التي حدست في السجن وبأن تعول على ذلك داعش في وضع استراتيجيتها فقد حان وقت اتخاذ التصرف أستاذنكم ضيوفي الكرام فاصل ونواصل بعد الفاصل الحديث مستمر مع ضيوفنا وموضوع حلقة اليوم مقتل زعيم تنظيم داعش بغارة أمريكية ناجحة ودعوة واشنطن لدول التحالف إلى إعادة رعاياهم من عناصر داعش المحتجزين المتبقين في شمال شرق سوريا على وجه السرعة خليكم أهلا بكم مرة أخرى متابعة حلقة اليوم من برنامج بالعراقي زعامات إرهابية تتساقط واحدة تل والأخرى في حرب شنتها الولايات المتحدة على الإرهاب بدءا من تنظيم القاعدة إلى التنظيمات التي نتجت عنها وآخرها تنظيم داعش داعش التنظيم الإرهابي المتطرف الذي انبثق من رحم القاعدة في العراق حيث زرع بذرته أبو مصعب الزرقاوي عام 2004 عندما قاد العمليات الإرهابية ضد القوات الأمريكية والعراقية عقب التدخل الأمريكي في العراق عام 2003 تمدد التنظيم المتطرف في العراق وسوريا ووصل في بعض الفترات إلى أجزاء من قارة أفريقيا وشن هجمات منفردة في عدد من الدول الأوروبية قبل أن يعلن دولته المزعومة في سوريا والعراق بعد أن تمكن من احتلال عدد من المحافظات أبرزها الموصل العراقية التنظيم يعتبد في تسلسله القيادي على ما يعرف بالخلافة وزعيم التنظيم أو ما يسمى بالخليفة يمثل القائد الأعلى للتنظيم ومنذ انطلاق عملياته الإرهابية تحت قيادة أبو مصعب الزرقاوي وإعلانه البيع لزعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن في أكتوبر عام 2004 قام الزرقاوي بتغيير اسم جماعته لتنظيم قاعدة الجهاد في بلاد الرافدين ومنذ ذلك الحين بقيت القوات الأمريكية تطارد تلك الجماعة وتنفرد بعمليات نوعية لاستهداف وتصفية قادتها انتهت في صباح السابع من يونيو عام 2006 بإعلان مقتل زعيم تنظيم القاعدة في العراق أبو مصعب الزرقاوي الذي عتبر انتصارا مهما في الحرب على الإرهاب بعد الزرقاوي جاء الدور على خليفته أبو حمز المهاجر والمكنة أيضا بأبو أيوب المصري والذي استلم زعامة تنظيم القاعدة في العراق ليتم اختياره لاحقا وزيرا للحرب فيما عرف لاحقا أيضا بدولة العراق الإسلامية ونائبا أول لأميرها أنذاك أبو عمر البغدادي لينتهي المطاف بمقتليهما بعد استهداف منزل كان يؤويهما بضربة جوية أمريكية في منطقة الثرثار في يوليو عام 2010 ليتولى إبراهيم عواد إبراهيم البدري وشهرته أبو بكر البغدادي زعامة تنظيم دولة العراق الإسلامية في العراق والشام ويعلن عن الخلافة المزعومة لداعش بعد احتلال ثلاث محافظات عراقية ليصبح الشخص الأكثر خطورة وتأثيرا في التنظيم ولتستمر مطاردته من قبل التحالف الدولي في عملية العزم الصلب حتى أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في السادس والعشرين من أكتوبر عام 2019 عن مقتله بغارة سرية شنتها الولايات المتحدة في عملية خاصة في محافظة إدلب شمال غرب سوريا وأخيرا أعلن اليوم الرئيس الأمريكي جو بايدن عن عملية نوعية نفذتها قوات خاصة أمريكية لتقضي على رأس آخر من رؤوس الإرهاب وداعش أبو إبراهيم القرشي في عملية مشابهة لتلك التي أطاحت بالبغدادي بمنطقة لا تبعد أكثر من عشرين كيلو مترا عن أطمى بمحافظة إدلب السورية أعود للترحيب بضيوفي الكرام من واشنطن عضو مجلس الأمن القومي الأمريكي السابق السيد جول ريبرن والسيد مات ميكنز رئيس الأبحاث في معهد دراسات الحرب ومن واشنطن أيضا السفير الأمريكي السابق السيد جوردن جري أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى ضيوفي الكرام أعود لك مات إذا أحببت أن تعلق التقرير الذي أعده أحد الزملاء يتحدث عن المراحل التي مرت بها التنظيمات الإرهابية من القاعدة حتى داعش والتحولات حتى في القيادات وجنسية القيادات من الزرقاوي إلى أبو أيوب المصري إلى أبو بكر البغدادي كيف ترى مستقبل هذه الجماعات؟ هل تتوقع بأننا من المحتمل أن نرى داعش بإصدار جديد؟ يعني داعش 2.0 كما يقال مات يبدو انقطع الاتصال مع مات نفس السؤال للسفير جري ساعة السفير مستقبل هذه الجماعات لا أعتقد بأننا سنرى إصدارا جديدا لداعش أعتقد بأننا سنرى استمرارية لما شهدناه في الماضي كما تم تعيين القريشي كخليف للبغدادي وفي خط الخلافة سيكون هناك من سيخلف القرشي ولأعتقد بأن هذه الذهنية الإيديولوجية ستتغير ولا الأساليب أما الذي سيتغير فهو بأن العالم أظهر بأنه اتحدى اتحادا مجديا لمنعهم منع هذا التنظيم من الحصول على الموارد وعلى القيام بالعمليات علينا أن نتحلى بالصبر فهذا المسعى سيكون طويل الرمق وأعتقد بأننا في المجتمع الدولي أظهر رفضه لأساليب هذه التنظيم وأعرب عن استعداده لاتخاذ كل ما لا ينزم لدحره لا أعتقد بأنك سترى نسخة جديدة من تنظيم داعش سيكون هناك استمرارية لداعش بما أن مقتل أبو أيوب المصري في العام 2010 منذ ذاك الحين أن زعامة داعش كانت ظاهرة منبثقة من العراق وسترى بأن التركمان في داخل داعش سيطروا على الزعامة فليس هناك إشارات سيكون هناك قادة أردنيين الزرقاوي وبعد ذلك مصري أبو أيوب المصري وحتى من الأنبار فأنت لا لن ترى زعامة من أصول سورية تأتي إلى داعش فأعتقد بأن القادة السوريين مخلطة في داعش تحولوا إلى تنظيمات أخرى إذن ستنظر إلى الإجابات عن داعش والبحث عن داعش في شمال العراق لاستقصال داعش من كل الدعم الذي يحظى عليه في شمال العراق أبقى معك جول أسأل هنا أنتم خبراء الأمن أنتم خبراء الأمن والاستراتيجيات في كل مكان الحديث دائما كما قال السفير قبل قليل سفير جري أنه يجب أن نتحلى بالصبر لمواجهة هكذا تنظيمات لكن هل هي حرب لا منتهية جول إن الحرب جذورها في الأسباب السياسية إذا أعلجت المسيرات السياسية فستجفف من الأسباب التي تتسبب بالنزاع العسكري عليك أن تتخذ التصرف العسكري كل الوقت وتستعين بكل المعلومات الاستخباراتية وتتعقب أثر التمويل من أجل منع هذه التنظيمات من قواعد الدعم ومن مصداقياتها عليك أن تتخذ كل التدابير من المهم أن لا تتغاضى عن الوقع السياسي في هذه المعضلة ساعة السفير تجفيف منابع الإرهاب الفكرية والمالية كيف تراه وكيف يجب أن يكون لقد تحقق الكثير من النجاح في الحد من التمويل لهذه المجموعات الإرهابية ومنها تنظيم داعش البعض من هذه الجهود تركزت في العمليات العسكرية وبمنع داعش من الحصول على كل المساعدات في الأراضي التي كانوا يسيطرون عليها وعلينا أن نتذكر أيضا ما تحدث عنه ديفاك الأول في هذه الحلقة بأن داعش مجموعة من العصابات وهذا يصعب من المعالجة ومن الضروري أن نحد من قدراتهم على الاستفادة ماليا وكيف ترد على كلام جويل عندما يتحدث عن الأسباب السياسية أتفق تماما مع ما قاله جويل لطالما نوجد عدم الاستقرار واستمرت المظالم التي يستغلونها فسيستمر الإرهاب ليشكل مشكلة وذلك يستدعي ضرورة معالجة هذه المسائل من الناحية السياسية لمعالجة جذور هذه المظالم لقد رأينا كذلك لقد رأينا ما حدث مثلا في شمال إيرلندا حيث كان هناك نشاط إرهابي للجيش الإيرلندي جيش الإيرلندي مستندا على المظالم وبعد ذلك عندما تم معالجة هذه المظالم اختفت هذه المشكلة كان بودي أن يشاركنا مات لكن يبدو أن الاتصال قطع معه وهو زملاء يحاولون إعادة الاتصال بمات ميكنز أعود لك جول في هذه النقطة التي طرحتها وهي نقطة المشاكل والصراعات السياسية التي قد تكون أو تكون بيئة لنمو الإرهاب وانتشار ما هي هل الحل في المنطقة هل يكمن الحل في الأنظمة والدول في المنطقة لكي تصل إلى بر الأمان وعالم خالي من داعش والإرهاب أم أن هناك الدور يجب أن تلعبه أو يلعبه المجتمع الدولي جول يجب أن يبدأ هذا الجهد مع العراق ومعالجة المشاكل في الساحة السياسية في العراق لطالما استمرت مشاكل بين صفوف القادة السياسية العراقيين إن الدول حول العراق والمجتمع الدولي طبعا عليه دولا داعما يلعبه ولكن علينا أن نرى بأن هذه المشكلة تجلت في بغداد ومشكلة مستمرة بين أربيل وبغداد وأربيل وموصل وأربيل وبغداد إلى مجر ذلك هذه التوترات السياسية لم تحل البعد عندما استذكر الوضع الذي شهدناه في العام 2008 و2009 وحتى العام 2010 كان يبدو أنذاك أن هناك نافذة حقيقية للمصالحة السياسية والانتهاج نهجا مختلفا إلى الأمام في العراق ولكن لم يحدث ذلك لا يزال هناك مكونات في العراق تريد أن تزجع بالعراق في النزاعات الإقليمية رحضنا ذلك في الأيام الماضية مع عدوان على الإمارات مثلا ومطالما استمرت هذه الأمور يجب أن ينظر القضاء العراقي إلى هذه المشاكل والابتعاد عن هذا التوتر نقطة أخرى وهي نقطة الحرب الأيديولوجية هذا الجهد يتطلب مواصلة كل ما يلزم لنزع المصداقية عن تنظيمات مستداعش وعندما يزعمون بأن شخص من أصل تركماني هو من أصول قبيلات قريش وغير ذلك فهذه كل الأمور تؤثر لقد رأينا بأنه يمكن القضاء عليهم من خلال إظهار زيف إيديال يدهم أستألمك عذرا للمقاطعة جول وهم يقومون بالمجازر نظر المقاطعة جول مات عاد إلينا وأريد أن أعطيها أيضا مات كنا نتحدث عن نقطة العوامل السياسية العوامل الاقتصادية وحتى العوامل الفكرية كيف يمكن مجابهتها هناك فرصة بالرغم من كل الخيارات السيئة التي اتخذها الكثير من المكونات في العراق فهناك اليوم فرصة حقيقية مع تشكيل الحكومة الجديدة من أجل معالجة هذه المسائل المرتبطة باجتبال الجميع ومكافحة الفساد والتصدي للتصرفات الشذيرة التي تحدث في العراق هناك فرصة حقيقية في هذا الصدد ومع الانخراط الجيد من المجتمع الدولي ومع الانخراط الإيجابي من الجيران في المنطقة وعلى وجه الخصوص الجيران العرب فيطلعون جميعا بدورا إيجابيا بتعزيز جهود الشعب العراقي من أجل استعادة السيادة على بلدهم ومن أجل دحر مثل هذه المجموعات الشبيهة لداعش يعني كان ودي أن يكون لدينا وقت أكثر ليعود إلى سفير غري ليعلق على هذه النقطة لكن بالتأكيد الحوارات ستكون متواصلة وأريد أن أشكر ضيوفي الكرام من واشنطن عضو مجلس الأمن القومي الأمريكي السابق السيد جون ريبن والسيد مات ميكنز رئيس الأبحاث في معهد دراسات الحرب ومن واشنطن أيضا السفير الأمريكي السابق سيد غوردن غري شكرا جزيلا لكم ضيوفي الكرام وشكر موصول لكم سادتي المشاهدين على طيب المتابعة متابع معكم حلقات جديدة الأسبوع المقبل إن شاء الله لا تنسون تابعونا على وسائل التواصل الاجتماعي في أمان الله اشتركوا في القناة